السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير إن شاء الله الجميع بخير أخوكم محمد أبو حمزة جابر أحضر الكرام تاريخ تسجيل الفيديو اليوم والجمعة لينا طبعا تاريخ 24-2021 أحد الأخوة توصل معي من فترة وسألني على موضوع فتح الخطوط الأخ ملاقي ثلاث خطوط على اسمه بالصدفة صفيت على الإيدولات طبعا أنا سابعا شارع طريقة الدخول إلى الإيدولات اللي ما عرفت كم خط باسمك المهم الشاب فايت ولاقي بحدود الثلاث خطوط باسمه وقال لي أخيش تنصحني أسكرهم ولا أسحبهم ولا أيش بدي أتصرف طبعا الشاب سجلي فيديو رح أربط هذا الفيديو بفيديو الشاب تجربة إن شاء الله تابعوا الفيديو للأخير وتابعوا نصائح الشاب قيمة وتجربته جدا حلوة يعني وينصح فيها سبحان الله المهم الشاب رايح على العدية قلت له يطلع على العدية يكتب دلك شيء يحمي حالك والحامي الله لأنه أيحد يسحب خط باسمك أو يسرق سرقة أو لا سمح الله تصير جريم يتغتل أنت المتهم الأول ما لهم علاقة بالشخص اللي عنده الخط المهم ما كنذب خبر الشاب وراح ومش حاله الحمد لله طبعا أقلب المسطة أو المحامي يطلو منك ألف و ألفين و خمسة ألف ليرة مشان دعوة هاي هي والشاب ما كنفت له ولا ليرة ولا ليرة واحدة تمام طبعا تاريخ تسجيل الفيديو اليوم الجمعة أتمنى الجميع يعلق بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليرتفع الفيديو لأكثر لأغلب السوريين أو الأجانب المتواجدين على الأراضي التركية مشان يستفيدوا من هذا الفيديو طبعا الشاب حتى الدليكتشا كاتبت ليها الموظفة داخل المحكمة يعني مشان ما حط ولا فرنك إلا يا ربي أجر للتاكسي فقط ذهب وإياب فات على المدعي العامة أو الصوجي ومش الحال وكتب الدليكتشا وقالوا لخلاص روح في حال حال تعرضك إحنا أنه أنت بلغتنا بهذا الأمر على المحكمة حكمة بكر كوي باستنبول جزاكم الله خير بارك الله فيكم وحكم محمد أبو حمزة جابر أثارات الكلام ومع تجربة الشم بالتفصيل الممل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية جميعا أخوتي المقيمين على الأراضي التركية هذا فيديو هام جدا وأرجو من الجميع الاستماع إله جزاكم الله كل خير أنا عبد لله من فترة شهر أو شهرين فت على موقع الإي دولات فعبت فحصه يعني بتفاجأ في ثلاثة خطوط موبايل مفتوحات على اسمي وأنا ما لي خبر فيهم أبدا فأنا اتصلت مع الشخص فطلع دقيت على واحد من الأرقام فطلع واحد من أفغانستان فسألته عن طريق أنا فيه رفيقي بيشتغل معي أفغاني فعن طريقه تبين أنه واحد تركي بيعه إياه بيعه الخط بمية وخمسين ليرة وأنه خط بيسموه خط قشاق أو خط ما أنا مصلحة إذا تسكر ومن هالشغلات يعني فأنا قلت له بدأ أسحب السيمة وأخذها يعني فسحبت السيمة رحت على أبو الموبايلات قلت له أنا فيه ناس فيتحين خطوط بإسمي وبيدي الخطوط فسحبت خطين وفيه خط مفتوح ومسكر من زمان ما لي خبر فيه فسحبت السيمتين دفعت على كل خط 30 ليرة تركي وصاروا السيمتين معي بتفاجأ بعد 3-4 أيام وأنا استخدمت السيم يعني بتفاجأ بعد 3-4 أيام فسيمة من السيمات بتتسكر فبطلع وقس بيرد اللي فتحوا أول مرة بياخدوا يعني أنا صعقت أنه لهالدرجة فيه وقاحة يعني أنه فوق ما عبتفتح على إسمي وأنا مثلا أنه شفتني أنه أنا حسيت على الموضوع بتفاجأ أنه بيسحب هذا دليل أنه معه صورة عن كمليكي فأنا اضيقت كتير كتير سألت وحاولت وتحريت والتجأت يعني الناس الطيبين شارواكم بالخير ومنهم أبو حمزة جابر عثرات الكرام الله يتزيل خير أخونا تابعت فيديوهاته وكانت عبتحكي أنه لازم تروح تقدم بالعدلية بالمحكمة بالعدلية طلعت طبعا أنا أخذ معي ابن خالي أنه بيساعدني مثلا ترجمان أنا شوي بعرف تركي ومنه مثلا منلطيش فأجعب أن خالي بدي يحكي قالت له المدعية العام العامة لا تحكي أنت خلي هو يحكي فأنا حكيت سألتني طبعا عبتحكي معي بالتركي إيش اسمك إيش اسم أبوك إيش اسم أمك إيش قدمة وليدك وين بتشتغل إيش هو شغلك إيش أتصر لك في تركيا منين أنت يعني هالأسئلة بشكل عام يعني انسألتك كله وجاوبتها طبعا وفوتتني عمكتب وجابت لي أوراق قالت لي وقع من اليسار لليمين تقريبا عشر توقع أو 11 أو 12 يعني حسب الشخص وخطه يعني كبره أو صغره فأنا وقعت من اليمين إلى اليسار بإيدي اليمين بعدين قالت لي مساكي القلم بإيدي اليسار وقع نفس التوقيع قلت له ما بعرف بكتب باليسار قال معلش حاول تقلد تقليد فأنا نفس المبدأ على اليمين وعا اليسار تقريبا عشرين توقيع في إيدي اليمين عشرين توقيع في إيدي اليسار وقعت على ورقتين فقارنت فانتبهت قلت للموظف جنبه انه توقيعه يعني انه خلص صار عندهم انه ما بقى حدا بيحسن بيفتح او بيشتغل اي شغلة انه الا بيازن منه وعطوني ورقة قالوا لي هاي ما بتضيعة طاول يعني هاي ورقة تثبت برقتك بما معناه يعني انه اذا صار شيء بالايام انت مانك مسؤول عنه واخدت الورقة وجيت عالبيت يعني ما كلفتني الشغلة كلها ياتا غير بس اجار تكاسي يعني مو اكتر يعني حتى في الباصات بير راح بس ولكن انا اخدت سيارة خصوصي يعني في خلق كتير حكوا انه في محاميين عبي طلبوا خمسة الاف وفي سماسرة مثلا عبي طلبوا الديلكتشا 200 و300 وهيك انا هذا اللي صار معي وحبيت وصللكم لكل اخوتي اللي عبي عانوا من هالمشكلة انه الجاء للعدالة وللقانون لاني هو من بعد الله البنجيك وما بتحط ولا ليرة غير اجار المواصلات فقط لا غير والله على ما اقوله شهيد والله يجزيكم الخير ويجزي القائمين على هالقناة ابو حمزة جابر عثارات الكرام جزاه الله كلها خير على مساعدته للسوريين والله يجزيكم الخير ولا تواغزون على الايطالة تصيبك شي او تتحمل مسئولية اذا صار شي طبعا البعض بجوز يسأل يعني ايش داي يصير بيصير كل شي بيصير بيستأجروا سيارات على اسمك بيصير بيستأجروا بيوت قصص يعني تشيب لها الولدان فانا ما كذبت خبر رحت على الانا بولاة اسطنبول طبعا وحصرا المحكمة ببقر كوي رحت هناك قسم العدلية فتت لجوه عادي كاي دائرة حكومية بتم تفتيشك على الباب تفتيش طبيعي يعني بتفوت لجوه انا سألت بدي ابو الدلكتشا الدلكتشا بالعربي يعني استمارة بتعبي استمارة فقالولي في بره المحكمة بمصرات وفي جوه المحكمة موظفة هاي ببلاش عن طريق الدولة فانا يعني اكنت جوه فما طلعت لبرا فسألت عن الموظفة فاجت للموظفة قلتلي خير ايش باك قلتلي انا مفتوح خطوط على اسمي وبدي اسكرون وقال عمين داك تشتكي طيب هيك قلتلي ما بعرف هن قالولي يعني الناس قالولي يروع على المحكمة وعلى العدلية وحتى الشركة انا اتصلت معهم يعني شركة الترك تليكم اتصلت معهم انتوا باي اساس باي يعني منطق عب تفتحوا خطوط وما معكن الهوية الاساسية قال مو بس نحن يجاوبوني الشركة مو بس نحن حتى التركسال حتى الفاديفون حتى الايوا الكل للأسف عب يعانوا من هال مشكلة نفسها فقلتلي ما بعرف انتوا اللي بتعرفوا ضد مين هال انا مفتوح خطوط باسمي وما بعرف مين انتوا هي شغلتكن ما وشغلتي فكتبت انه مفتوح ارقام وسجلت الارقام وكتبت الديلكتشا وقالتلي طلع عند المدعي العام عالطابق التاني طلعت طبعا انا اخذ معي ابن خالي انه بساعدني مثلا ترجمان انا شوي بعرف تركي ومنه مثلا منلطيش اتنا فاجع ابن خالي بدي يحكي قالت له المدعي العام العام ما لا تحكي انت خلي هو يحكي فانا حكيت سألتني طبعا عب تحكي معي بالتركي ايش اسمك ايش اسم ابوك ايش اسم امك ايش قد مواليدك وين بتشتغل ايش هو شغلك ايش اتصر لك في تركيا منين انت يعني هالاسئلة بشكل عام يعني انسألتك اللي وجاوبتها طبعا وفوتتني عمكتب وجابتلي اوراق قالتلي وقع من اليسار لليمين تقريبا عشر توقع او او ادعش او اتناعش يعني حسب الشخص بلا Comedy اتناعش شكرا للمستطل چوني وقع فارغ